سعاد سفير تبعت المؤتمر الختامي لمؤتمر برلين كيف ترى ما جاء من توصيات خاصة بالمؤتمر في التعامل مع الوظف الليبية هل فيه أي جديد من شأنه أنه يؤدي في الفترة القادمة لأي تحسن للأوضاع على الأرض هناك هذا المؤتمر جاء في إطار التنصيق وتعاون بين الأمم المتحدة وبين الحكومة الألمانية وبدأ هذا التنصيق وهذا التعاون في شهر أغسطس الماضي بعد أن شهدت ليبيا تصعيدا عسكريا خطيرا وتبين أنه ما من الطرفين المتحاربين لديه القدرة على حسم المعارك عسكريا هذا المؤتمر جاء في توقيت مناسب توقيت ملائم للحيلولة دون تصعيد الموقف في ليبيا وخصوصا بعد التدخل التركي السافر لصالح أحد الطرفين في الأزمة الليبية أو في صراع الليبي ما تمخذ عنه المؤتمر ما يعكسه المؤتمر المؤتمر يعكس إجماعا دوليا على ضرورة دفع الفرقاء الليبيين إلى احترام الهدنة والموافقة على وقف إطلاق النار دائم ثم إلى انتقال مرحلة الحل السياسي من ناحية أخرى هناك اتفاق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في هذا المؤتمر اليوم على ثلاث سلات الأولى تتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية الثانية تتعلق بكل المسائل زادة طبيعة عسكرية وأمنية وثالثا ما يتعلق بالحل السياسي وأعتقد أن الأليات التي اتفق عليها اليوم في قمة بلين من شأنها أن توفر زخما وقوة دفع مطلوبة للتحرك في الملف الليبي من ناحية أخرى هناك لجنة سميت لجنة الخمسة زائد خمسة ستراقب وقف إطلاق النار وستعمل على مراقبة تدفق السلاح فيما يخص فكرة أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات وطبعا الأهم من التوصيات هي ضمان تنفيذ هذه التوصيات علشان نضمن فكرة استمرار الحل السياسي لكن كمان الأعلان الختامي الخاص بمؤتمر برلين تحدث عن أو تعهد وأكد على فكرة احترام حضر الأمم المتحدة لتوريد الأسلاحة إلى ليبيا وفق القرار 1970 طبعا عرفت بس من زمالي أنه فقدنا الاتصال بسعاد سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق هنعرف نرجع تانية يا جماعة ولا طيب إحنا على المهم نشكر وشكرا جزيلا سعاد سفير فكرة أنه هذه التوصيات اللي خرجت من مؤتمر برلين اللي زي ما قلت يمكن فيه بعض الناس اللي عاولت عليه كثيرا في حل الأزمة اللي بتتصاعد في ليبيا وإيجاد حل سياسي لما يحدث هناك خرجت بمجموعة من التوصيات ربما يكون فيه آلية لضمان تفيد هذه التوصيات واحترام الترفين بوقف اطلاق النار والتواصل للوصول إلى حل سياسي على الأرض